رئيس أو زعيم حزب الله اللبناني يعني كان هناك لخاب مبرمج معه يوم الغد وبكل تأكيد قيمة هذا الرجل الصالح العروري رجل عسكري مسؤول على التنسيق نفس الشيء هنا على التسليح المقاومة الفلسطينية له طبعا هو همزة الوصل بينها وبين حزب الله تقريبا كان قوله الضحية الجنوبية في بيروت يعني معقل حزب الله بالطبع هنا هذا الاغتيال إسرائيل هو اغتلته مرة لما يعني هدمت منزله في منطقة العرورة في الضفة الغربية تقريبا في شهر نوفمبر الماضي والآن تستهدفه شخصيا في بيروت وتقريبا يعني معه طبعا هذه بطائرة مسيرة وأعلن عن مقتل ستة أشخاص طبعا وضربت مكتب حماس في بيروت هذا بالطبع بشجرنا الحديث على خرق الكيان الصهيوني لقواعد الاشتباك في لبنان نعرف جيدا أن هذه العملية ستكون لها تداعيات كبيرة وكبيرة جدا يعني من المعلوم أنه منذ طفان الأقصى تقريبا كانت الاشتباكات بين حزب الله والمقاومة اللبنانية عموما والمقاومة الفلسطينية تقتصرع المنطقة الجنوبية ومنطقة الجليل منطقة الشمال الفلسطين المحتلة الآن الكيان الصهيوني وبعد تقريبا أكثر من جدل صار حتى داخل الحكومة الإسرائيلية يعني قرروا توسيع النطاق إلى استهداف العاصبة اللبنانية وهذا بكل تأكيد تطور خطير جدا وتطور لن يكون يعني لن يمر هكذا بدون رد فعل ولكن دائما قبل التطور والبيبا سالم اليوم خطر السؤال الأولى اللي ترحى لدى العديدين هل من حق هو طبعا ما عنديش حتى حق بيش تضرب حتى بلد الكيانة المحتلة لكن هل كان هناك معاهدات مثلا بين الحكومة اللبنانية والكيان المحتل نعرف بأن الكيان المحتل يتحدث دائما عن عدوانه ضد حزب الله ضد جنوب لبنان بيروت اليوم قصف بيروت هل هناك خرق لمعاهدات وما هي هذه المعاهدات؟ بطبيعة هنا خرق أول شيء هو اعتداء سافر على الدولة اللبنانية لنكون واضحين في هذا الأمر يعني هنا عند حزب الله الكثيرين ربما يخلطون الأمر يقول لك شنوه حزب الله ماذا يفعل مثلا هنا حتى لبعض المطبعين هنا لبنان إلى الآن لها أراضي محتلة في تلال كفرشوبة في أقصى الجنوب اللبناني إلى الآن لم ما زالت محتلة وعفهم في مزارع شبعة مزارع شبعة إلى الآن ما زالت محتلة إذن فبالتالي من حق لبنان والمقاومة اللبنانية المقاومة طبعا ومن حقها المطالبة بتحريرها نعرف جيدا أن العدو الصهيوني انسحب من لبنان سنة 2000 وبعد معركة حرب تموز 2006 واقتصرت تفاهمات على أساس أن طبعا ودخلت قوات اليونيفيل هنا للفصل بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية وتم حصر فماش معاهدات مكتوبة سماح لا 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 توجد معاهدات مكتوبة ولكن يعني في الأعراف الدولية راه يمنع على أي دولة هذه اعتداء سافر هذه عربة صهيونية رغم ما حصل اليوم هو عربة صهيونية واعتداء على عاصمة دولة عربية معنا بقطع نظر تستهدف من تستهدف ولكن هو اعتداء سافر وانتهاك الحربة توقيع نحكيه على السيادة شو معناها السيادة السيادة تشمل الأرض والسماء وغيرها وغيرها إذن فبالتالي هنا هذا اعتداء سافر على دولة عربية يخي ما هو الكيانة الصهيوني المستاذ الإسرائيلي اغتال أبو جهاد في تونس مش اعتداء سافر هذاك وقت كان أبو جهاد هو الرجل الثاني في منظم التحرير بعد يسر عرفات واغتيل في تونس بعملية مخابرتية نفس الشيء الآن طبعا بمسيرة إسرائيلية تم اغتيال نفس الشيء صالح العرور اللي هو الرجل الثاني في حماس بالطبع هنا طبعا الكيانة الصهيوني هو طبعا لا يحترم أي معاهدات ولا هو من يحميه يعني هو يتمتع بالفيتو الأمريكي عن أي قرار يديره بالطبع هنا لبنان سيشتك الكيانة الصهيوني إلى مجلس الأمن وسيطالب بالتحقيق وهلو ما جرى وكل يعرف ذلك ولكن دايما ستستضم بالفيتو الصهيوني بالفيتو الأمريكي عفوا تجاه هذا الكيان إذن هنا شنو اللي صار الآن لماذا حصرت المقاومة في الجنوب حصرت المقاومة في الجنوب لأن توسع الصراع هنا بالطبع لن يخدم أول شيء الكيانة الصهيوني كما أن حتى حزب الله لا يريد لأن هناك أطراف نفس الشيء هناك أطراف في داخل لبنان ترفض أطراف طبعا معلومة هنا ترفض كثيرا انخراط حزب الله أساسا ولبنان في المعركة في معركة الطفال الأقصى اليوم هذه الفئة من اللبنانيين أصبح موقفها ضعيفا لأن الكيانة الصهيوني استهدف بيروت بالتالي هنا هذا يعيدنا إلى 2006 كما يعيدنا زادة كفكيف إلى ما قبل في وستة يعيدنا حتى لعب إلى 2000 ويعيدنا حتى لعب 82 صحيح في احتلال بيروت إذن فبالتالي هذا القصف اللي صار هو لهو ما بعده الآن سنتحدث فيما بعد من الجيش اللبناني يراوية رد بش نحكيهم بعد على التداعيات الرد من الجيش اللبناني من حزب الله ومن كتائب عزدي القسام هذا ما تلافع بش يكون السؤال ما بعدا لموالي بل بابا سالم لكن قبل ما نسألك وقلك من هو صالح العروري صفته اليوم هو نائب رئيس حركة حماس ونحن في حرب وحتى حزب الله هي في حرب ضروس اليوم في حرب أكيد ضد الكيان المحتل يعني الكيان المحتل يعرف متى يقصف مكتب حماس في بيروت يعرف تواجد نائب رئيس الحركة واثنين من القيادات الكبرى في هذه الحركة يعني هل هي رائحة خيانة واضحة بل بابا سالم أم أن الكيان يعني بطبيعته لو يريد أن يضرب سيضرب بدون خيانات هو هذا الكيان هو طبيعة إجرامية هذا بكل تأكيد ولكن نحن عندما نتحدث عن استهداف قيادي من الوزن الثقيل هو بكل تأكيد كل قيادات المقاومة مستهدفة هذا معلوم كل قيادات المقاومة الفلسطينية مستهدفة من هذا الكيان بالطبع لهنا عندما يصل هذا الكيان إلى بيروت صحيح هي الضحية الجنوبية هي معقل لحزب الله ولكن نفس الشيء هناك ما يسمى بالمربعات الأمنية هناك موجودة في لبنان مربعات أمنية يعني تسيطر عليها فئات مثلا هنا بكل تأكيد هناك خيانة ما حصلت هذا بكل تأكيد هناك خيانة ما حصلت في اغتيال العروري لأنه عندما نرى أن الكيان الصهيوني طيلة ثمانية وثمانين يوما تقريب قربنا ثلاثة أشهر لم يستطع الوصول إلى قيادي واحد من حركة حماس في غزة أو من كل فصائل مقاومة ليس فقط حماس تقوم من كل فصائل مقاومة لم يستطع الوصول إلى أي منهم ولم يستطع التحقيق إنجاز ما يقدمه للجمهور الإسرائيلي بينما نجده يعربت في العواصف العربي هذه المفارقة العجيبة يعني الحرب في غزة ولكن العربة ده في المدن العربي يعني هم غير قادرون على قادرة حماس في غزة تذكر جيدا سماعت حدثنا في الحصة السابقة أو قبلها تقريبا قلت بأن أهم نجاح حققته المقاومة الفلسطينية هنا هو الجانب المخابراتي أو الاستخبالي يعني نجحت المقاومة الفلسطينية في تحصين نفسها في غزة العدو الإسرائيلي الذي عجز عن الوصول إلى قادرة المقاومة في غزة نجده يعربت في العواصف العربية العواصف العربية مخترقة وهذا للأسف هذه حقيقة نقولها يعني هو استطاع أن يصل إلى مسؤولين كبار يعني في منظمة التحرير في حماس في غيرهم من الفصائل المقاومة في الكثير من الواصف العربية وحتى الغربية وصار اغتيال لهم سابقا طبعا حتى قبل اتفاق أوسلو صار اغتيالات موجودة حتى في إيطاليا في باريس في غيرهم إذن بعد اتفاق أوسلو طبعا هناك مسئلة أخرى لكن كان يصل إليهم بسهولة إذن فبالتالي هنا ما نجحت فيه المقاومة في غزة هو التأمين وتحصين جسبها الداخلي على مستوى الأمني والمخابراتي من أي اختراق وهنا لما حكينا وقت على يحيى السنوار والقيمة الرمزية لهذا الرجل هو رجل أمني بالأساس يعني استطاع أول هو حاجة عملها أنه قام بتصفية العملاء الإسرائيليين والفلسطينيين مزدوجين يعني قام بتصفيتهم هنا ولذلك هو أخذاك العقوبة السجنية الطويلة بنى أربع مؤبدات وقضى منهم 23 سنة لأنه قام بتصفيت أربع إسرائيليين كما قام بتصفيت ستة فلسطينيين أيضا عملاء الإسرائيل إذن فبالتالي وهو حتى لما عاد بعد ذلك بعد صفقة شارليت وعاد إلى غزة بعد صفقة 2011 نفس الشيء أول شيء عمل عليه هو تأمين المقابل الفلسطينية وتأمين الجسم المقاوم من أي اختراق وهذا ما جعل المقاوم إلى اليوم تحقق يعني انتصارات عسكرية باهرة ولم يستطع العدو الوصول إلى أي منهم